الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وسحبه ومن والاه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقات ميني حلقات والتريقن رقم ستة ونكي حرب الفجار قال نوغن النبي صلى الله عليه وسلم ورقوهني دورنا حرب الفجار وحين كان عمره صلى الله عليه وسلم عشرين سنة لنقرن قيسانك نوغتني طبعا ناوغ لسا نوغتني نيقارس نيلد يعني نشأ ديني ورديني كودي نيقال أخراس قن رسالة لسا انتول الله وحين كان عمره صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وقعت في سوق عكواذ حرب بين قبائل قريش وكنانا من جهة وبين قبائل قيس عيلان من جهة أخرى اشتد فيها البأس وقتل عدد من الفريقين ثم اصطلحوا على أن يحصوا قتل الفريقين يعني شي بدون ناتق فمن ويد قتلاه فمن ويد قتلاه أكثر أخذ ديته الزيادة ناتق لاحق أن نيلد كروسي شي بدون شي بدون حرب الفجار مشكلة حصلوا حرب حصلوا قبائل منقل نا قبائل نيها كنانا دي قريش دي وقيس قيران دي لأنه حرب بمرة بجحونا منقل دمبرينيها خلاص سلوح سنين ينو ما سلوح سينيو انسلو حنين لاحق نيلد كروسي شي بدون أما ان زيادة كرو منه انزيادة صيد يتقونن نيكاود ينو هنيل التفقنخ وودعوا الحرب وهدموا ما وقع بينهم من العداوة والشر ان عداوات دي انشار دي انقوسياناتك يعينو خلاص موصلوا حد استلاحسيني انا وكد نيس نهابيني الحرب للدو ينو ما زيادة القوسي لنقلهم طيب وقد حضر هذه الحرب هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمامه اي جيهدو لهم النبلة للرمي نو كد نيس النبي صلى الله عليه وسلم اننا حرب نيل حضر رقوخن حرب الفجار لي نياه ورأس رقوهم انرمح دي مارنودي بالنبلسي جهزيك اقول لهم رقوه ناواه مالونو رقونو وسميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهقوا فيها حرمة حرام مكة والشهر الحرام نيس حرب الفجار شو نستررها ما نا أرفف معايا رقوخ نا أرفف نيل واخيتون لقني كونو رقونا حرب رسولي لقني نمر اثنين سنة حد ناقصي انتقاد نخله وانا حد ناقصي قلت ناقص بار نخله كدو مكان سي ان اكان سي رحتنا بني مكة جوا ما فجورد اخو حرب الفجار شو مستخنا وانا حرب الفجار لاني خي سجار رقوه في كل سنة سجار حرب قنأس أسر حرب الفجار القراري وهذه آخرها وانتهت الثلاثة الاولى بعد خصام انو استجار طفيف انسي اخوان اول ارقوه ان اول ديري دي اللي ينري دي انسي اخوالي دي قريه قتال دي كردي كونه دي ناوتك وحسر لدي با كرحسر لدي با لكن انه سجاري كو قريه كروق دي با دمبرغن نردم بك فدرجاء رقود اتفاق سيني نهبيني نحرب زي دونه ما سلام لي تونه معنا ولم يقع القتال ولا في الرابعة فقط طيب نتزن بك هذا حرب الفجار شاهدين ان نبي صلى الله عليه وسلم من الناس حدا راح قون ما نيد دونه كلنا نقولون حياة نيقصي اه رسالة جاب حلف الفضول وفي شهر ذي القعدة على اثر حرب الفجاري اه تم حلف الفضولي بين خمسة بطون من قبيلة قريش وهم بنو هاشم بنو المطلب بنو اسد بنو زهرة وبنو تيم نقابا الان كونين نامنقل نامنقل اه حلف حسلوك ما تحالفنوك وفي شهر ذي القعدة على اثر حرب الفجار ناحن حرب الفجار دونه تذنبي تم حلف الفضول تحالف السينيوك لاجش بعد القبائل بين خمسة بطون من قبائل قريش نام قريش لد ام كوا قبيلة لاجش اتفاق السينيوك وهم حلف السينيوك حلف ورنقل حلف اتفاق لاجش وسببه ان رجولا من زبيد جاء بسلعة الى مكة اتفاق لاجش اتفاق لاجش اتفاق لاجش اتفاق لاجش ديالداردك وستوقع يلاسينا الشموخ يو ناحننا بيقول لاجش وبن مخزوم وبن جمح وبن سهم وبن عدي فلم يكترثوا له ناسنا تكدو يقول لاجش ناحن نحن كدمنهم بهم بنهم من حقفة نقل فعلى جبل ابي قيس وذكر ذلامته في ابياد ونادى من يعينه على حقه فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب حتى اجتمع الذين مدى ذكرهم في دار عبد الله بن جدعان رئيس بن تيم وتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ييدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من قيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته ثم قاموا إلى العاس بن وائل السهمي وانتذعوا منه حق الزبيدي ودفعوه إليه وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف مع أعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن نلي به حمر النعم ولو ادعى به في الإسلام لأجب يا سلام أنا حلف نين حلف يعني كيف يلاقش اجتماعينه ندم بي نبرا ينخلي يعني إنسان ظلم ساق جربنا لي قبراء أخن لاف أخن شيراء أخن برد أنت أخن نحق أصدق منه قصب الظلمه إنه إنه جربنا لي ينو أتفقنوه وما فرنوها أن العاس بنوائل السهمية تلد أذنوك منه نازعنوه لأنه أذنوه لحقسي نقرون ديد من الزبادي إنكده ورقا سنين ونقوله من يكمال ساعد ينقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خي أنا حلف نيس حضروا اللورقوه دمبرن رسالة نطروا لدنبي مرة حمدوك نفعل نواتاكوسي ورقنا نكارم على الأقلاق دائما إنسان مظلوم سي كابين الله شانهون نقرأ لا يواندقن يأدام قن يواندقن 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 دوينة ني أخطأ قليو قلنا ينكوى قليو حصلوك ديواندقن بالمناسبان تبينة شانهون ورقن وبمجرد ما اقرأ سخور اقن ورقو اقن ورقو اقن ورقو واندقن مو قلح باوانونسك وما ننسك نصفل يدوينة قلق نين مري جا ردو ريتوين حق سعدهم منو نظالم لد مما ظولهم دوي اقرب اقربا اخن كوخر اخن كولاد اخن كوخور الدان اخن اخوك اخن ظالم قدامت اللا عدي سوانهوركو وريج хотите وريماء الادا وريقالي قالت انه بمُخلط اي اخلسك اي حقش اي أنها قتلت اي اخوة اي انت وحقق الاي حقش اي اخوت عليهم قالت انهم قتلت اي خبرة دين اثانني، اي ناني اثانに قسف اي خادر اونا وهي خير خير خير، اخودي اي اخودي اكان مروء دي شهامد دي عيب دي علا دي ايمان الذي قالت لهم اي ندييني مظلوم سنة سرمة دمبي صلى الله عليه وسلم حياة العمل من دمبي شو قلتو قال نبي صلى الله عليه وسلم نشو قلني ويخارقوهن وديك الدمهن وراك الدمهن لقني انت لقش قالنا ولا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنا يمكن العمل فيه يعني خلاص بلغ دمبي سمعين من دمبي وقدم رقر صوك حمرس رقر صوك مسؤولة نسق يا دمبي رعا القنم مع اخوته من الرضاعة في بني سعد. فانطير سجره. فانطير سجم هناك. سجرونه لغش في بني سعد. اندراء الحليمة السعدية رغولي نردنا برقاولي من قراء ناولي. انا قابلين يا خي. سيرة بنشام رولدك. بقوان تردبهم. جرابا. لا 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 تفاصيل اردلهم. نكتاب روضة الانوار لهم. آآ رعا القنم مع اخوته من الرضاعة في بني سعد ولما رجع الى مكة رعاها لأهلها على قراريت. مكة انتصانا كدو مكيود في انطيرسي جمعي قراريت قراريت قلقون ونرغنو. نادين هابي نا في انطيرسي ساقرو رقوخ النبي صلى الله عليه وسلم. آآ آآ كدو حديث صحيح البخار هنباولي. انباوكونا قابنين. والقيرات وجود ان يسير من الدينار. قيرات الدينار دو كتب مع اخلا حاجة مناسب قن. مسلا ريال رقوهن ريالات شكاقرش مبقديبو ان شكاقرش امكو قريش دا اكوكو ما تعريفة لان قريش دي لان شوية اكوكو. بس يعني بالشكل ده. الدينار دو كتب مع اخلا انقيرات اقلة من الدينار قن. آآ نصف العشري او ثلثة ثمني منه قيمته في هذا الزمان آآ عشرة ريالات تقريبا. ننا ندخد شكاقرش تقريبا اقرأ. ينهبه ما اللي في نسانة ما صغلو قلنا. آآ منا ندخد شكاقرش تقريبا جامعيك. ندخد شكاقرش تقريبا صلى الله عليه وسلم. وراع الغنم من آآ وراع الغنمي. يعني فنتير سكاروخ. فنتير سكرنا من سنة للانبياء في اوايئ لحياتهم. اغلب الانبياء. فنتير سكرون انقوخ هنا بداية تد. نا حياتي في بداية حياتهم. تريونونسك. فنتير سكرون انقوخ ناوك انبياء امنينها سنة انبياء رحكو. فقط قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد ان اكرمه الله بالنبوة. ما من نبيين الا ورعها. ما من نبيين الا ورعها. فنتير سي. اي نبي. فنتير سكر حقون الله. هيوك النبي صلى الله عليه وسلم. معناها الانبياء ناوك فنتير سكرون القنوخ. منها سنة انبياء رحكو. ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ الفتوة. فكأنه كان يتجر فقد ورد انه كان يتجر تجارة كالدمو كالتريوهن الدنبي مع السائب بن ابي السائب. لا خص السائب بن ابي السائب تعود اندي تجارة كالدمو تريوه. فكان خير شريك له لا يجاري ولا يماري. يعني ظلمون رقلة قشر رقلة ظلمون رقلة تجارة تريوهن دي. وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاتي بغاية الامانة والصدق. امانة در صدق در وعفاف در مر عفيف رقوق وكان هذا هجهه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة في حتى لقب بالامين. نا صفات نين? امانة دي عفافة دي صدق دي اه من دي حاق دي نين ناوك نين صفات رقوق. اسلام جاب اه صلى الله عليه وسلم حتى يعني لقاية ما درجة السادق الامين شو نقول له. نيسمون رقوهن السادق الامين صلى الله عليه وسلم امانة صدقر رقوق صلى الله عليه وسلم. ندنبي قدو سافروا سافري الى الشام وتجارته في مال خديجة. نا ندنبي اه تجارة خديجة بنت توقع ما شام اخراسك فاروخ نردي اه تيارة نري اه مال اولو رقتي كاود ما دام تاجر رقون اردي. اه تيارة تاجرات نري ما اوليت فارينيك ندرب راشوت بدعت نعصرون للقونوك. النبي صلى الله عليه وسلم اه مكتلت الشام اخراسك فاروخ نرقونوك. ولي اخوناو احلا ترقيت اقولهم. الشام الاخراسك اليمن اخراسك الفاروخ نرقونوك. نعرب جزيرة تبو. مكي لهم بو بالذات. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه انها بفارو. وكانت خديجة بنت قويل رضي الله عنها من افضل نساء قريش شرفا ومالا. وكانت تعطي مالها للتجار يسجرون فيه على اجره. فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مالها ليخرج فيه الى الشام تاجرا وتعطيه افضل ما اعطته غيره. خلاص واصل سانك ابني اما ندني ترقدي اختير تيلو اما او تيلو اه مالسي اختير ده افضل شي اي واحد قول القوز زيادة تكسي وريك نان نماليوت فريق يتشيلو النبي صلى الله عليه وسلم. واصل سانك ابني اما ندني صدق دي ني خبر انتشرة سانك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلامها ميسر الى الشام. خلاص. سقر نخبره فينوك ني دي لا اخو نردك ادام رقا اه كيد ما نروخ ميسر يستوك خديجة رقدي النبي صلى الله عليه وسلم دي لغاش شام اخراسك فنوه ما كيلد فباع وابتاع وربح ربح عظيما كدو خر جبي خر ربح قريب اروخ فائدة قريب اروخ صلى الله عليه وسلم وحصل في مالها من البركة ما لا يحصل من قبل. ما نروخ نوكد مي بركة حصل وقلهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. نقم اكانك بركة جن صلى الله عليه وسلم. نقم اكانك خير جن صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الى مكة وادى الامانة. وانطروا. نينكو مالقن. نينكو امالتجن. نهابني اقولنا ابني اخونا ابنيو. ندربح جنب تروسي. اقول الله صلى الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم